تتداعى كل الرموز الأحياء منها والأموات أمام سين الاحتجاجات التي عمت أبرز المدن الرئيسية في إيران وأكثرها خضوعا لسلطة الدولة المتقنة للتهرب وإغفاء الجرائم تحت ستار المقاومة ومجابهة من تسميهم قوى الاستكبار تقسم الحكومة الإيرانية أنها كانت تجهل حقيقة ما حدث مع الطائرة الأوكرانية التي سقطت بصاروخ إيراني يوم الأربعاء الفائت وتزيد أن المعلومة لم تصلها إلا بعد ثلاثة أيام حينما أعلن الحرس الظوري مسؤوليته عن الكارفة التي أودت بأكثر من 170 مدنيا تأخير سبقه نفي واختلاق للروايات أطلق شرارة تظاهرات لها تاريخ قاس على النظام الإيراني تظاهرات يقودها طلبة الجامعات من طهران إلى أصفهان فشيراز وكرمنشاه ومشهد وغيرها من المدن الإيرانية تغص الشوارع بالشباب منطلقين من الجامعات التي دشنت أول احتجاجات ضد النظام الإيراني قبل أكثر من 20 عاما وتعود الحكومة الإيرانية هذه المرة عبر شرطة العاصمة طهران لتنفي وجود أي اشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن وأن التسجيلات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هي لجهات غير حكومية أو ما تسميه طرفا ثالث وهو الطرف ذاته الذي ظهر في دول لإيران يد فيها من العراق إلى سوريا وغالبا ما يكون هذا الطرف له جذور إيرانية تحاول إيران لملمة كارثة الطائرة الأوكرانية المتناثرة في كل مكان داخل إيران وخارجها إلا أن توسع دائرة العمل يحتاج إلى تضحيات قد لا تكون متوقعة إحداها وفق مراقبين أن يتخلى الولي الفقيه عن ذراعه الضاربة وأساس حكمه الحرس الثوري بامتداداته الداخلية المتمثلة بالباسيج والخارجية المتمثلة بفيلق القدس الفاقد لقائده بعد أن وقع في فخ صنعه بيده الولي الفقيه نفسه بات في صلب هتافات المحتجين المشككين بولايته لكن يبقى ذلك ضمن دائرة التكهنات أمام سيل التطورات الدراماتيكية التي تضرب إيران بعد فترة ادعت فيها أنها صاحبة الكلمة في المنطقة